اشتركوا في القناة لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شرائيني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا عن الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شرائيني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا وما لقلبي إذا أحببت جراحوا ألا تجال بخير دار فاطمة ألا تجال بخير دار فاطمة فانمهدو مستنفر والكحل صداح إن النبيذ هنا نار معطرة فهل عيون نساء الشام أقداح ألا تزال بخير دار فاطمة فانمهدو مستنفر والكحل صداح إن النبيذ هنا نار معطرة فهل عيون نساء الشام أقداح مآذن الشام تبكي إذ تعانقني مآذن الشام تبكي إذ تعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح للياسمين حقوق في منازلنا وقطة البيت تغفو حيث ترتاح طاحونة البن جزء من طفولتنا طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننساء وعطر الهال فواح هذا مكان أبي المعتز منتظر ووجه فائزة حلو ولماح هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح هل في العشق إيضاح هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح هل في العشق إيضاح كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاحه أتيت أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا فهل تسامح هيفاء ووباح خمسون عاما خمسون عاما وأجزائي مبعثرة فوق المحيط وما في الأفق مصباح تقاذفتني بحار لا ضفاف لها وطاردتني شياطين وأشباح أقاتل القبح في شعري وفي أدبي حتى يفتح نوار وقداح ما للعروبة تبدو مثل أرملة ما للعروبة تبدو مثل أرملة أليس في كتب التاريخ أفراح والشعر ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح وكيف نكتب والأقفال في فمنا وكل ثانية يأتي كسفاح حملت شعري على ظهري فأتعبني حملت شعري على ظهري فأتعبني ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر